الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلاما لأن عينها قد أبصرت خلاص لاحظ هو ياتي هنقرأ الإنجيل فهو بيقولنا شفت الخلاص الذي أعدته قدام وجه جميع الشو نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل أبونا بيبقى بدور حول المسبح بقول العبارة دي هو حامل الإنجيل لأنه بيقول إذا كان المسيح هو كلمة الله والإنجيل هو كلمة الله المقروعة والمسيح حاضر في الإنجيل لأن الإنجيل كله عن المسيح من سفر التكوين لسفر الرؤية هو المسيح محور كل الكتاب المقدس عشان كده كمان أبونا بيرفع بخور نحية الإنجيل كلمة الإنجيل يعني إيف أنجليون إيف أنجليون دي باليوناني إيف يعني كويس أنجليون يعني رسالة أو رسول فكلمة الإنجيل معناها الرسالة الحسنة البشارة المفرح عشان كده المسيح هو إنجيلنا هو بشارتنا هو رسالتنا الحلوة هو الخلاص المفرح لينا المسيح هو فعلا محور الإنجيل ومركزه ومحتوى وموضوعه عشان كده أبونا هو بيبخر للإنجيل يقول سرا اسجدوا لإنجيل يسوع المسيح ابن الله الحي له المجد إلى الأبد لما بنسجد للإنجيل معناها بنسجد للمسيح برضو لما نسجد للصليب معناها بنسجد للمسيح نحن لا نعبد الأشياء لكن نقدسها في فرق بين التقديس والعبادة لله وحد السجود العبادة لله وحد فلما بسجد للإنجيل معناها بكرم واحترم كلام ربنا يسوع المسيح المعمول بالروح الكدس لما أسجد للصليب معناها بسجد للمسلوب عليه ترجمة نانسي قنقر